رئيس السيسي يوجه بتغطية برامج دعم التعليم المجتمعي لأبناء أسر تكافل وكرامة وتطوير الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في ذكرى مقتل البغدادي الخارجية الأمريكية تؤكد أن خطر تنظيم داعش ما زال قائمة وكورونا تداهم مقر الأمم المتحدة وتصيب خمسة دبلوماسيين وتحويل جميع الاجتماعات إلى افتراضية التسعة صباحا في القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش موجزون إخبارية تيكو من إكسرا نيوز أهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وتحديثها إلكترونيا لتواكب التحول الرقمي بالدولة ورفع كفاءة بنيتها التحتية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي برئيس الوزراء ووزيري لاتصالات وتضامن وعدد من المسؤولين لاستعراض الجهود المفذولة من أجل تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية حيث وجه الرئيس بتعظيم التعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وهيئة البريد واستغلال التطوير الجاري بمكاتب البريد في خدمات صرف المعاشات وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي منحة رخيصة مؤقتة لجميع حضانات الأطفال غير المرخصة على مستوى الجمهورية وعددها عشرة ألاف حضانة جاء ذلك أخذ الاجتماع الرئيس مع رئيس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي ومستشار الرئيس للشؤون المالية لمتابعة موقف حضانات الأطفال على مستوى الجمهورية وأيضا برامج التعليم المجتمعي ودعم العمالة غير المنتظمة وصرح السفير بستمراضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي وجه بتغطية برامج دعم التعليم المجتمعي لأبناء أسر تكافل وكرامة ليشمل المرحلة الجامعية بالإضافة إلى المراحل المدرسية وزيادة مخصصات دعم التعليم المجتمعية بمقدار مليار قنعية تشارك مصر في الاجتماع الذي دعت إليه جنوب إفريقيا لوزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان وأثيوبيا بهدف إعادة إطلاق المفاوضات الخاصة بسد النهضة الأثيوبية وذلك بعدما توقفت لفترة ممتدة منذ نهاية شهر أبوستس الماضي وقال وزير الموارد المائية والرأي محمد عبد العاطي أن هذا الاجتماع يعقد تنفيذا لمخرجات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي والتي عقدت على مستوى القمة وكذلك اجتماع وزراء الخارجية والمياه بالدول الثلاث الذي عقد في أغسطس الماضي والذي كلف الدول الثلاث بالتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم عمليتي ملء وتشغيل سد النهضة وأكد وزير الرأي أن مصر مستعدة للتفاوض بجدية لإنجاح هذه المحادثات وذلك من أجل التوصل إلى اتفاق عادل متوازن يحقق مصالح الدول الثلاث هذا وعرب وزير الرأي عن تقديره للجهد الذي تبذله جنوب إفريقيا في رعاية هذه المفاوضات والاهتمام الذي توليه لهذا الملف الحيوي الذي يمس مصالح الدول الثلاث ومقدرات شعوبها قالت الخارجية الأمريكية أن تنظيم داعش الإرهابي لا يزال يمثل تهديدا كبيرا مشددة على ضرورة مواصلة الضغوط لمواجهة فلوله في العراق وسوريا جاء ذلك في بيان تزامن مع ذكرى السنوية الأولى لمقتل زعيم التنظيم الإرهابي أبو بكر البغدادي حيث أكد البيان أن الولايات المتحدة لن تسمح لتنظيم داعش بإعادة تشكيل نفسه لفتة إلى أن الإرهابية البغدادي قاد أكثر الحملات الإرهابية وحشية وتضليلا في التاريخ الحديث وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة عازمة على تعزيز جهودها لهزيمة فروعه وشبكاته في جميع أنحاء العالم وملاحقة مووليه أكد رئيس المجلس السيادي الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان أنه ينظر إلى التصالح مع إسرائيل من منطلق آخر باعتبار أن كل شيء متغير وأضف أن تطبيع مع إسرائيل يعيد السودان بفعالية للمجتمع الدولي منوها إلى أن الغالبية العظمى من القوى السياسية لم تعترض على الاتفاق مع إسرائيل اعتبر الجيش الوطني الليبي توقيع قطر لما أسمته اتفاقيات أمنية بمثابة خرق لمخرجات حوار اللجنة العسكرية الليبية خمسة زائد خام خمسة والموقع في جنيف وأقل لو أحمد المسماري المتحدث باسم القائد العام للجيش الليبي أن هذه الاتفاقيات هي محاولة خبيثة لتقويض ما اتفق عليه ضباط الجيش الليبي في السويسرا من وقف لإطلاق النار ووقف للتصعيد وأنهاء تدخل الأجنبي الهدام في الشأن الليبي كما اتهم المسماري قطر باستخدام عملائها في ليبيا لتمرير مصالحها واصفا قطر بأنها أكبر داعم للإرهاب عربت الخارجية السعودية عن رفضها لأي محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب وقال مصدر في الخارجية السعودية أن المملكة تستنكر الرسوم المسيئة كما تدين كل عمل إرهابي أي أن كان مرتكب وتدعو إلى أن تكون الحرية الفكرية وثقافية منارة ترسخ الاحترام والتسامح والسلام وتنبذ كل الممارسات والأعمال التي تولد الكراهية والعنف والتطرف وتمس بقيم التعايش المشترك والاحترام المتبادل بين شعوب العالم أعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول بشنيان أن الشعب الأرميني مستعد لقبول حلول وسط لتسوية النزاع في كرباخ لكنه لن يقبل الاستسلام وقال بشنيان في كلمة له أن الهدنة التي تم إعلانها برعاية واشنطن لن تصمد بسبب إصرار الجانب الأدارية على مواصلة المعارك بدعم من تركيا أعلنت وزارة الصحة خروج 78 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفى ليرتفع إجمال المتعافين من الفيروس إلى 98981 حالة وأوضح المتحدث باسم الوزارة خلد مجاهد أنه تم تسجيل 167 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملية للفيروس كما لفت إلى وفاة 12 حالة جديدة وذكر مجاهد أن إجمال العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا هو 106707 حالات من ضمنهم 6211 حالة وفاة أفاد التقارير بإصابة خمسة دبلوماسيين في الأمم المتحدة بفيروس كورونا وإجراء فحوصات لجميع المخالطين للمصابين وأبلغت الأمم المتحدة سفراء 139 دولة بإلغاء جميع الاجتماعات وتحويلها إلى افتراضية وكان الأمين الرعام للأمم المتحدة أنتونيو بيتيريش أكد أن جائحة كورونا هي أكبر أزمة تواجه العالم في العصر الحديث وصف الرئيس الأمريكي دولاند ترامب مصادقة مجلس الشيوخ على تعيين مرشحاته القضية إمي بارت في المحكمة العليا بأنه يوم تاريخي للولايات المتحدة ولحكم القانون العادل وغير المتحيز ويد 52 عضوا جميعهم جمهوريون تعيين القضية بارت في حين صوت بالضد 48 ومن شأن تثبيتها في المنصب أن يمنح الجمهوريون غالبية ستة أصوات مقابل ثلاثة في أعلى هيئة قضائية أمريكية ومن جاءته وصف زعيم الأقالية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاكت شومر وصف تعيين بارت قبيل موعد الاستحقاق الرئيسي بأنه وصمة عار ستلاحق الغالبية الجمهورية إلى الأبد أدى هجوم بالسيارة المفخخة على مركز الشرطة الأفغانية ثلاثة اشتباكات أو أدت إلى مقتل شرطيين وإصابة عشرات الأشخاص في مدينة خستة المحادية لباكستان وأفدت تقارير بأن الهجوم وقع عند بوابة قاعدة تابعة لقوات الشرطة في مدينة خستة قبل أن يحاول المهاجمون اقتحام القاعدة والاشتباك مع قوات الأمنة قتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب أربعة وثلاثون أخرون في انفجار قنبلة أثناء حصة تدريسية في مدرسة قرآنية في مدينة بشاور على الحدود الشمالية الغربية في باكستان وقال مسؤول المحلي أن غالبية الضحايا من التلاميث رياضيا فز الزمالك على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من بطولة الدور الممتاز بهذا الفوز حصد الزمالك بشكل رسمي المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة بغض النظر عن نتيجة مباراة برامد صاحب المركز الثالث أمام المقاولون العرب في الجولة الأخيرة والتي ستقام يوم السبت المقبل أوروبيا تقام اليوم ثمانية مباريات لحساب منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بغطولة دوري أبطال أوروبا نتابعها في سياق العرب التالي نهاية الموجز لا يتبقى إلى نحيط علم سيداتكم بأن ترادل أكسرا نيوز HD و12303 ومعادلة ترميل 27500 ومعامل لاستخطاب أفقي شكرا لكم مني همامي جاهد على متابعتكم الكريمة اشتركوا في القناة